اشتركوا في القناة 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 طب هل العلاج بالميزوسيرابي يرتبط بسن معين؟ يعني ممكن ان نعالج الاطفال من السمنة بالميزوسيرابي او من عيوب البشرة؟ لا هو عادة الميزوسيرابي بيتطبق في اللي هو اللي انت بتكلم فيه اللي هو بتاع التخصيص دو ده حاجة اسمها لايبوكيلن ده نوع من أنواع الميزوسيرابي كان زمان بتوع جحة القلب والصدر كان في بعض العيانين بيجي لهم جلطات دهنية في الشرايين يعني بمعنى أن جزء من الدهون بيطلع ويسد وعاء دموي فكان علاجه ان هم بيحقنوا مادة اسمها فوسردائي الكولين المادة دي كانت بتدوى بالدهون من هنا جات فكرة ان المادة دي لو حقناها في طبقات الجلد هنلاقي ان في طبقات الجلد العميقة شوية اللي هي فيها الدهون هنلاقي ان الدهون دي دابت وبالتالي يحصل تخصيص ابتدت تطبق بس السيفتي بتاعيتها يعني مش قل من سن 18 سنة يعني من 18 سنة فيما فوق ممكن تستخدم ودي مش للتخسيص بمعنى التخسيص المطلق يعني ما جيش واحد واحد وزنه 90 أو 100 ويقول لي أنا عايزة أستخدم الحقن بتاعت التخسيص لأ احنا دي بتقلل الدهون في طبقة حوالي 3 سنتي أو 2 سنتي هي دي السمك بتاع اللي هي تقدر تشتغل فيه مادة الفوسردائي الكولين أو اللايبوك كده بعض الناس بيستخدموا الميزة السورة بيه وبعد كده ما باش في أي نتائج هل هناك أنواع غير فعالة في السوق ولا طبعا الموضوع بقى فيه تجاري شوية فيه شركات كتير نزلة مواد يعني بتعتمد في الدعاءة بتاعي تانية هي بتعمل حاجة دي حاجة الحاجة التانية طبعا اختيار الطبيب المناسب للحقن هو ده شيء مهم جدا يعني لازم يبقى متخصص إما جلدية أو جراحة تجنيل بحيس يبقى فاهم المادة دي بتعمل ايه وثلاث حاجة إن الميزو سربي ده مش من جلسة دي لازم بتتاخد على مدارة 8 جلسات تقريبا وبين كل واحدة واحدة بتبقى من أسبوع لأسبوعين طب كيف يعني خاليني مريض في العيادة عندك وجاي أعمل جلسة طبعا كيف تتم هذه الجلسة هل هناك تغدير هل هناك ألم من استخدام هذه الحقن لا أول حاجة طبعا بيتم الكشف بنشوف كم الدهون اللي مرض زابته قد إيه لازم بيبقى زي ما قلنا سمك الدهون اللي تحت الجلد ما يزيدش عن من 2 ل 3 سنطي اللي هو 1 إنش أو 1 بوصة زي ما الكتب بتقول بنبتدي بعد كده العيام بيقعد صاحية خلص يعني ما بتتمش ببنج خلص لأن هي مادة يعني مجرد أن احنا بنشك بإبقى في سن الإنسولين السن الإنسولين ده ما بيوجعش خلص يعني كأنها لسعة نموسة كده وبتتاخد فيه مسافات ويبقى من بعض ما بين كل واحدة واحدة بتبقى من سنطي لتنين سنطي يعني ما مرشش بنج موضوعي أو لا لا مش محتاج ما بتوجعش خلص يعني طب هل هناك مثلا نقدر نقول عوامل معينة في المريض يمتنع فيها عن استخدام الميديو سيربي أو أنت ما تنصحش باستخدامها لبعض الناس لو الدهون كتيرة يعني مش هتفيده بحاجة خلص مش هتضر يعني مش هتفيده مش هتقلل الدهون لو فيه تراهل في الجلد يعني طبقة الدهون قرى 2 سنطي زي ما بنقول بس فيه تراهل في الجلد هي مش هتشد الجلد في حالة علاج عيوب البشرة في علاج البشرة دي قصة تانية خلص دي مواد فيتامينية بتتاخد عن طريق إبر بتبقى عاملة اسمها ديرمارولر أو إبر صغيرة جنب بعضها كده على بكرة بتتحرك دي بتبقى عمقها حوالي 2 ميلي وبعد كده بنحط المادة اللي فيها الفيتامينات دي المادة دي بتنتصها خلاء الألياف الكولاجين اللي موجودة في الطبقة الوسطة من الجلد زي ما قلنا وبتبتدي تعمل أو تكوين جديد للألياف جديدة بقوة شديدة فتبتدي تشد البشرة طب عيوب البشرة يا دكتور اللين اللي حضرتك بتنصح بيها لأن بعض الناس عندهم حوس في موضوع التجميل يمكن يكون مش معاه أجرة التكسي ويروح لدكتور التجميل يعني ربنا يكرمه لكن حتة الامتى اللي أنا أقول إن وشي فيه عيب هل دي نظرة الطبيب ولا نظرة المريض لأ طبعا هي نظرة مريض يعني المريض مش معقولة أنا حواح له البيت أقوله أنت بتشتكي من كذا تعالى يعني المفروض هو المريض يعني ما يجريكش مثلا إن واحد أو واحد يقولك يا دكتور الحتة ديت أنا عايز أفردها أو عايز أعمل لها أعالجها من عيب معين وإنت حارك تنصحه طوله لا ده ده أنت كده كويس مفيش فيك حاجة بالظبط كده هو فيه 20% من العينين اللي بيجوا بيبقى حالات نفسية بمعنى أنه هو شايف منظر وحش أو فيه عيب فيه بس هو مفوش حاجة فعليا يعني ما سأقولك أنا ملخير كبيرة بالظبط كده وهو وحضرك تشوف تقول ما فيش فيه ما فيش أي مشكلة خاصة وبالتالي بقوله لأ ده يلجأ لطبيب نفسي ما ينفعش طبيب تجميل لأن الطبيب تجميل هيروك لبيرك ويعملها ببقى حيقع في مشكلة بقى نفسية أكبر إنه هو حيغلط غلطة فيها طبعا تغيير الخلق طبعنا أنا ما أحد لما أثنين إن الهدف الهدف بتاعه أو الشكل المثالي اللي هو عايزه مش هيحصل عليه لأنه هو ربنا خلقنا في أحسن صورة ممكنة فبالتالي أي حاجة تغييرها حتطر عليها يعني من أخيه مثلا لو كبيرة وابتلت تصغير هتلاقي ملامح الوش كلها ابتلت تغير النسب بتاعتها فتلاقي حس العيان إن بقه كبر وعينه كبرت دخل في ضيلمة هو في غينة عنها فعينيين دول يلجأوا لطبيب نفسي أو في ضلهم بس في 80% من العينين بيبقى فيهم فعلا مشكلة ومحتاجة الإصلاحات ممكن بدأنا بالقاية الكريمة في أي صورة ما شاء أركبت بالضبط كده ربنا صلى الله عليه وسلم بيخلق في أجمل صورة لكن إحنا بنقول إذا كان هناك شيء مثلا يكون عليه ضوء مثل مثلا أي عيب من العيوب إصلاح هذا العيب يعتبر فيش فيه أي مشكلة شرعية ولكن في حدود اللي أنا يعني ما درش نفسي أو أسبب لنفسي بعض الآلام النفسية اللي بتحصل لبعض الناس الحمد لله بالعالمين قال الواحد قبل ما يبتدي في شغل جراحة التجميل بحثنا في موضوع قال جراحة التجميل دي حلال ولا حرام فلاقينا بالبحث كده هو وطبعا كان فيه مؤتمرات مع سياد المفتي على الجمعة ولقينا في الآخر أن موضوع جراحة التجميل ده بينطبق على كذا عيان أو كذا نوع من البشر النوع الأولاني اللي هو فيه مشكلة فعلية اللي هي زي الحوادث الحروق الحاجات دي كلها دي ما فيهش مشكلة طبعا من الإصلاح بتاعها النوع التاني اللي هو أغلب الحالات اللي هي حالات الحروق وحالات الندبات السوداء وبعض تمام دي حاجات إصلاحية مش تجميلية أكتر منها فدي ما فيش مشاكل من الإجراءة الجراحات النوع التاني اللي هو لو جبنا مئة شخص وقسنا مثلا مقاييس الأنف بالنسبة لهم هنلاقي إن فيه حوالي 10% من الناس دي المقاييس بتاعتهم مش مش طبيعي وال90% متقنصقة مع بقية الملامح بنسب معينة فال90% دول أي حد فيهم ما يبقاش محتاج تجميل وبالتالي أي حد من ال90% دول بيجي يطلب جراحة تجميل هو طبيب نفس يحتاج طبيب نفسي ما يحتاجش جراحة تجميل إنما العشر في المية هيرجأوا لجراحة تجميل عشان يرجعوا الفتوى أن طبيب التجميل هو فدي فتوى مفتوحة حملنانا الهم المسؤولية قدام ربينا سبحانه وتعالى أن العيان نعمل له ولا لأ فبالتالي لازم يبقى فيه اختيار دقيق قوي مش أي عيان يخش أقول له يلا نعمل عملية يعني موضوع مش كده خلص عشان كده احنا بنقول إنه لازم يقنن هذا الكلام بأنه انت محتاج ولا مش محتاج محتاجها زي الجراحة أو مش محتاجها لأن احنا بنقول جميل جدا لكل زوجة تتجمل لزوجها وإن الزوج يتجمل لزوجته زي ما قال ابن عباس في التفسير بعض الآيات إني أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل زوجتي لي عشان كده لو فيه كرش لو فيه مش عارف إيه برضو نذهب ونبدأ التجميل على أيام رسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بالعمليات كان بالزينة بالبتاع لما جت واحدة مثلا تفلجت أو وصلت أو كلام من ده رسول عليه الصلاة والسلام ده عنها يعني بدأ فيه تغيير لخلق طبيعينا صلى الله عليه وسلم على كده خرجنا النصق الطبيعي للطب أما الحضرات بتقول المفتي ترك القرار لطبيب التجميل على أساس أن هو يعمل العشرة في المية دول لكن التسعيم في المية دول في ربيد ممنوع يعني اللي يعملهم يبقى مجرم مش طبيب أساسا تمام نرجع دكتور لي موضوع الميزوسيرابي تمام هل يعني إذا استخدموا 8 جلسيات أو أكتر ليه مضاعفات في المستقبل على صحة المنطقة دي لا لا خالص هو يعني بيدوب الدهون الموجودة يعني المادة الفعالة هي مادة طبيعية ولا مادة كيموية ده مبقى فيتامينات فيتامينات ولكن معمولة فيتامينات ومواد كيميائية بتدوب الدهون هذه الفكرة بتاعتها فهي بتأثر على خلالات دهنية تمتلق بها وعندين تبقى منفوخة وعندين تنفجر والدهن يبقى مسال الجسم بعد كده بيمتص بعيد فبالتالي الخلالات الدهنية دي ما بتكونش نفسها مرة أخرى بعض الأطباء بيقولوا مثلا إحنا نستخدم بدل الميزوسيرابي في مثلا مادة البوتوكس والبوتوكس مادة بتستخدم نفس الفكرة بتاعت الميزوسيرابي ليه أنا أسيب الميزوسيرابي اللي هي الآمنة ونستخدم مثلا مواد تانية زي البوتوكس يعني الفرق بينهم هو فيه لأخبطة كتير قوي عند الناس فيه حاجة فيه تلات حاجات فيه حاجة اسمها ميزوسيرابي وفيه حاجة مواد مملئة أو فيلر وفيه حاجة اسمها بوتوكس البوتوكس دون أيام الحرب العالمية لقوا أن بعض الناس اللي كانوا بيكلوا سجوء بيجي لهم تسمم بيجي لهم حاجة زي التيتانوس كده تشنك في العضلات وبعد كده العضلات بتحصل لها شلل وكان العينين دول بيحصل لهم أن العضلات التنفس بتاعتهم توقف وبيتوكل على الله فلاقوا أن المادة اللي بتعمل المفعول دو بكتيريا اسمها بوتولونيا بتطلع مادة اسمها بوتولونيا يعني كان السجوء ده فاسد فاسد آآآآآآآ فخدوا المادة اللي هو السموم بتاعت البكتيريا يعني السجوء اللي عادي بشو مشكلة دك نهر بمواد بنسب مقننة في بعض العضلات اللي بتبقى منقبضة فبالتالي العضلات دي بتحصل لها زي شلل أو استرخاء تام فالتجعيد اللي بتظهر نتيجة الحركة بقيت تروح بمعنى آخر إن فيه نوعين من التجعيد فيه تجعيد بتظهر مع الكلام أو الحركات الملامح للوش مثلا الحاجة اسمها النزوليبيل اللي هو الحفرة اللي بين المناخير والزاوية الفم دي لما الست تبتسم أو راجل يبتسم بتبقى دخل الجوة بتظهر بشكل فوق اللابعينات آه بعد من تبتسم فديا دي ما يعني ما تبتسم بتبين لكن لو هي عادة سابتة كده مش بينة فدي هتحتاج إن العضلات هنا تتحقن لها بوتوكس بحيث الابتسامة حتى لو هي حاولت تبتسم بتسامة عريضة تخلي الابتسامة ضيئة فيه برضو اللي هي التجعيد اللي حاولها العين دي نصيحة تعملها بعد البوتوكس ده استخدام البوتوكس ده استخدامه اللي هو هي مش هتقدر تبتسم بتسامة عريضة آه فيه برضو التجعيد اللي هي هي مش هتقدر يعني بيوقف العضلة عند حاجة معينة آه بحيث إن هي ما تكملش هو بيتحقن في بعض الألياف من العضلات يعني العضلات ده مهارة معينة من الطبيب اللي هو يحطها في العضلة دي بالزات طبعا وليه عمق معينة بيسبب العضلة دي بيسبب لا إيه بيوقف عن الحركة بعض الألياف من العضلة يعني بتشل العضلة يعني الحركة لو بتاعة العضلة مثلا بتاعة الجابها ما بترفع الحاجب لفوق كده بيحصل تجعيد لو تحقن بعض الألياف منها فبدل ما الحركة تبقى 100% في العضلة وتخلي التجعيد موجودة تخليها 25% يعني العيان حيقدر يرفع حاجبه برضو بس التجعيد ما تبقاش موجودة معلش يا دكتور استخدام مادة زي دي تعتبر يعني تخليني أنا لو أعملها أفكر مرة واثنين وثلاثة قبل ما أعملها عند مين هتعملها عند مين يا دي الفكة لأن لو هو ممكن يسبب لي شلل تماما بالضبط كده في بعض الناس لو هو مش متخصص بيحقن في المنطقة لفوق الحاجب على طول فبتقدي إن هو يحقن في العضلة الرافعة للحاجب للجفن فبالتالي العيان بيجيله حاجة اسمها توز أو الجفن بينزل بيبقى عينه لمدة 6 شهر يعني إجراحة إجراحة لابد من الدقة يعني مش جراحة هو إجراء مش يعني بروسيدجر يعني مش جراحة مش جراحة عملية مش جراحة عملية ولكن عاوز دقة وعاية يعني لو الكمية زادت شوية ممكن تأثر هناك مقاييس لاستخدام ومحدش فينا مثلا ابتدى يحقن بوتوكس الواحده ده لازم من مثلا بأستاذ أو أستاذة بتنوقف معها كذا مرة ونشوف يحقن في إزاي وبعد كده نبتدي نحقن واحدة واحدة قدامهم لحد ما نبقى على خبرة تمة وبعد كده نبتدي نحقن لوحدنا يعني موضوع مش مش أي حد يعمل مش أي حد لكن دلوقتي المجال مفتوح يعني شايف المجال مفتوح أكتر من اللازم في الفترة عشان مش مقنن قوي بس فلكن انت بتنصح إن لازم يوبا دكتور متخصص ويكون على دقة ودراية عند استخدام موضوع البوتوكس ده بالذات لأن هو مادته أساسا مادة سامة أو مادة بس مش مخيفة يعني لو كميتها كبيرة سواء كده كده خلال تسعة تشهر بيوح الجسم بيعوض الأعصاب اللي هي تشلت دي بيكون أعصاب جديدة يعني لو في مشكلة خلال تسعة تشهر بتوح ترجع تاني طبيعتها لو في دقة متناهية بيعد الموضوع بشكل طبيعي بيعمل نتيجة حلوة كمان ونتيجة كويسة طب دكتور بعض الناس ما يجي ينام بيحط مخد على راسه فبيكرمش وشه هل العادة دي ممكن تسبب بعد فترة مثلا نوع من عيوب في البشرة هو الفكرة في عيوب البشرة بتظهر أكتر في الناس اللي بتعرض للشمس أكتر يعني هنلاقي جدودنا وكده اللي كانوا بتعرض للشمس هو الشمس فيها الألتافيرلوت نوع بي هي دي اللي بتخلي الألياف بتاعة الطبقة الوسطة من الجلد بتتكسر فتبقى بدلا ما هي مجدودة بتبقى ألياف زغيرة جنب بعضها متقصرة فبالتالي بيحصل الكامشة في الجلد الحل هنا بقى نحن يحن إما نحقن ميزوسرابي زي ما قلنا فيتخلي الطبقات الألياف دي تتكون بطبقات جديدة مجدودة أو أن نحن نحقن فيلر فيلر دي معناها أن الطبقات اللي هي من الكامشة دي منفخة فالنفخ دو بيخليها تتمدد مرة أخرى فتدي الملمح الطبيعي خريت نقل يا دكتور ليه يعني نوع آخر من الجديد في جراحات التجميل موضوع حلقتنا النهاردة موضوع الكولاجين هل هناك فرق بين ميزوسرابي والبوتوكس والكولاجين الفيلر دا اللي أنا بتكلم عليه ما نحن قلنا ميزوسرابي وبوتوكس وفيلر الفيلر دا اللي هو المواد المملئة المواد المملئة دي فيه نوعين منها فيه مواد صناعية يعني من خارج الجسم أو مواد طبيعية اللي هي الدهون بتاعت الجسم يعني ممكن أن أنا أشفط الدهون من العيان وأعملها بطريقة تجهيز معينة وأحقنها تاني فأعمل فوق المنطقة أو أعملها المنطقة اللي فيها نتوئات أو أن أنا أستخدم مادة خارجية إفد العيان مع الدهون وعايز مثلا يكبر جزء معين في الدقنة في الوش في الحاجات دي كلها فهحقن مادة تانية المادة فيه مادتين مشهورين قوي اللي هو كولاجين والهيالونيك أسد الكولاجين دا الكولاجين طبيعي الكولاجين الحيوانات اللي هي البقى والجموس للحاجات دي ففيه نسبة حساسية منه فلازم العيان قبل ما نتدي أحقنه كولاجين لازم أعمل له اختبار حسية وبعدها بأسبوع لما تطمن أن العيان دا ما عندهوش حسية من المواد دي أبتدي أحقنه الهيالونيك أسد ما فيهوش المشكلة دي ده بيتاخد على طول وبيتحقن في ساعتها الموضوع ما بياخدش أكتر من 10 دقيقة أي نتوئات لكن ما تحتاجش بنجا أو محتاجش في نفس التوقيت خمس دقائق العيان بيمشى مجال أنهو بيخش بيشتكي وبيتحقن وبييمشى على طول طيب دكتر يمكن إحنا استخدامات شفط الدهون في علاج السمنة لكن في بعض الناس بيقبأ يعني عكس شفط الدهون اللي هو حقن الدهون حقن الدهون إمتى نلجأ إلى حقن الدهون وخصوص في بعض الأماكن في نحافة الوجه وغيرها إمتى نستخدم حقن الدهون وهل هناك يعني فرق ما بينه ومن اللي إحنا ذكرناه قبل ذلك اللي هو الكولاجين وغيره حقن الدهون دوا لازم يقف فيه دهون عشان أحقنها يعني اللي عايزة من العيان يبقى مثلا فيه بطن مليانة دهون أو فرق ده أو كلام من ده يعني فيه منطقة منحة للدهون دي دي إنما واحد تاني حاجة إن الدهون دي بعد ما امتصها ما ينفعش أخذها وحقنها لأن الجسم حيكسها على طوله حيرفظها مش هيستفاد العيان بيها لازم تتحدى بمعنى آخر إن أنا عشان أشفط دهون أنا بحقن سائل في الأول الخلاة الدهنية بتمتصه يعني أنا بأخذه من نفس الجسم وحقن نفس العيان نفس العيان عشان أعمل شفط دهون بحقن سائل الخلاة الدهنية بتمتصه بتنتفخ تنفجر يبقى دهن مسائل بشفطه تمام فأنا كده بشفط يعني لو شفط ده وحقنته تاني أنا كده بدي له دهن مسائل مش هيستفاد بالجسم حيصرفه على طوله تمام إن أنا بشفط الخلايا الجزعية أو اللي هي ما بين الخلايا الدهنية هي دي اللي أنا محتاج أن أنا أحقنها اللي هي الخلايا الأم بتاع الخلايا الدهنية فأنا مفروض بعد ما بشفط الخلايا الجزعية خلايا بتتشكل على حسب المنطقة المزروعة فيها بالزبط كده فهتتحطها هتعمل لي خلايا دهنية تمام فمفروض وبعد كده حالية الموضوحة الجزرية بالزبط كده مفروض 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 الدهن دي بنبتدي نعمل لها الأول سنترفيوج أو طرد مركزي بحيس تتفصل طبقة الدهون اللي هي السائلة وطبقة الخلايا اللي هي مكسرة وبتبقى فيه في وسط طبقة زغيرة كده بيضة هي دي الخلايا الجزعية وطبعا فيه طبقة الدم ولو حقنى الدهون نفسها الجسم هينطصها ويرجع الموضوحة كما كان فلابد من أن الطبيب يعني في كل الأحوال طبيب فاهم يقدر يضع المادة اللي هي الفعالة اللي هي ممكن تبني بعد كده خلايا دهونية طبيعية تمام وفيه بعض الأحيان برضو في النشارة الدوية الأمريكية كانوا أن هم بيمتصوا الصفايح الدموية بتاعة العيان من نفسه يعني بيمتصوا حوالي 10 سنط من دم العيان وبيعملوها سنترفيوج برضو وبياخدوا الصفايح الدموية دي على أساس أن هي منشط للخلايا الجزعية دي وبيعملوه خليط كده بيبقى عامل زي الجل أو السمع وبيبتدي هو الخليط دا اللي بنحقينه في العيان فالعيان بيطلع من العملية ما بيحسش أنه عمل شفط دهون ما حقن دهون أساسا يعني مثلا لو هنحقن منطقة الخد اللي عام بيطلع كأنه ما عملش حاجة بس خلال 3 شهر بتبتدي الخلايا دي تكبر وتدي الشكل في الحيز اللي محطوطة فيه بالشكل الطبيعي بتاعها فتلاقي العيان اللي يبتدي في خلال 3 شهر الأولين ابتدى وشه يكبر بيحس يبقى شكله ملمسه طبيعي دي حاجة الحاجة التانية أن الدهون دي ما ينفعش أحقنها كلها في منطقة واحدة لأن الدواء الدماء أو اللي هي الخلايا الجزعية دي لأن الخلايا دي كلها ما فيش دواء دموية هتوصل لها فلازم أحقنها في طبقات بمعنى أن أنا أحقن طبقة تحت الجل وطبقة جوة العضلات وطبقة عند الغشاء المحيط بالعضل في الثلاث طبقات كده هو بحيث الدواء الدموية تبقى وصل لهم كلهم وكلهم يبتدوا ينمو في الحيز اللي محطوطة فيه هل يمكن يا دكتور اللي احنا نعمل كذا نوع من مثلا حاجة زي البوتوكس في نفس الوقت تبقى أعمل حقن دهون في نفس الوقت في مريض واحد وفي استخدامات مختلفة عادة حنحقن مثلا البوتوكس مع الفيلر لكن مش هنحقن البوتوكس مع الدهون يعني فيه ما يفعشي البوتوكس مع الدهون لا الدهون دي عملية جوة قط العمليات الدهون عملية بشفض الدهون وبحقنها دي عملية لكن الفيلر أو اللي هو الكولوجين أو الهيالونيك أسد أو البوتوكس كل حاجات دي مش محتاجة قط العمليات دي في العيادة ممكن تتعمل فدي ما بتحتاجش تغدير تمام بالنسبة للهيالونيك أسد وهو مادة تعتبر صناعية آه دي مادة صناعية بقى مش زي كولوجين كولوجين من جلد الأبقاء والحاجات دي لكن الهيالونيك أسد دي مادة صناعية برضو بتتحقن في الفراغات الهيالونيك أسد دوا هو احنا قلنا طبقة الجلد الوسطى بتاعت الكبارة في السن اللي هو فوق سن البلوغ بتبقى مكوناة من كولوجين وإلاستين في الأطفال هي مكوناة من هيالونيك أسد وإلاستين فعشان كده لو طفل اتعوى بنلاقي إن الجرح بتاعه شكله ضريف النتبة بتاعتها ما بتسيبش أسر إنما في الكبارة بتسيب أسر نتبة أو سكار يعني فعشان كده المادة دي هي بتستخرج من يعني جابوا التكوين بتاع الهيالونيك أسد أو الجلد بتاع الأطفال وباقة المادة دي هي اللي بنحقنها بحيث تعيد الشباب بتاع الجلد للطفولة طب بالنسبة للهيالونيك أسد كمادة كحمض يعني يعني إحنا على قد معلوماتنا إحنا كنا نعرف إن أي حمض بيتفاعل فهل ممكن المادة دي تتفاعل مع الجسم وتسبب أضراره؟ هو مش حمض بمعنى سائل هو عامل زي الجل كده يعني مادة عاملة زي الجلي بالضبط كده وبتتحين بقى صغيرة المفروض ما هي بتتحين في طبقات عادة الفيلة أو البوتوكس اللي هو الهيالونيك أسد أو كولوجين أو البوتوكس دين في خلال من ست تشهر لتسعة تشهر أو سنة ونص على حسب النوعيات بتاعتها دي الجسم يمتصها تاني الدهون بتقعد أكتر شوي بتقعد لها تلات أبع سنين لحد ما هي يبتدي الجسم يكصها تاني مثلا مع رجين مع كلام من ده يبتدي الجسم يكصها مرة أخرى البعض الناس عندهم الندبات بتظهر ومثلا يعني بعض العيوب في البشر هل هناك طرق جديدة لعلاج هذه الندبات واستقصالها بشكل يعني يكون مقبول وجيد؟ والله الندبات لازم اللي عنده ندبة دا يفهم كويس قوي إن مفيش جراحة التجميل دا مش صحة يعني حتى احنا مثلا ما نعمل عمليات شد بطن أو تصريب سادي أو كلام من دا في ندبة احنا بنعملها بس بنخليها مستخبية قد ما نيمكن فلو واحد مثلا قدل له عنده ندبة فوشو أو كلام من دا لازم يبقى فاهم كويس قوي إن جراحة التجميل هتقدم له إنه الندبة دي هتقل أو تتحسن منظرها بحيث تبقى خط رفايع إنه ما لسه موجودة يعني مش هنختفي تماما فيه طرق حديثة الليزر تأشير الليزر فيه طرق تانية اللي هي إزالة الندبة وبنحقن بوتوكس حواليها عشان لقينا إن الجراح لما بنعمله و بنصلحه تاني بيبتدي يوسع بعد فترة من الوقت فلما لقينا إن إحنا العضلات بتاعة الوش الوش مع الملامح الوش في الحركة والحاجات دي بيحصل فيها إن الجراح بيوسع فبالتالي ابتدينا نحقن بوتوكس في العضلات بتاعة ملامح الوش اللي حواليه الناد بديا فابتدت تدي نتائج أحسن على المدى البعيد تماما دكتور لكن مسألة الحروق وفيه طبعا كلمات فيه كلمات بالاستغنم مشهورة قوي يعني بتجيب نتائج بتجيب نتائج حلوة قوي طب إزالة إزالة الحروق أو يعني تجميل الحروق وإمتى نقدر نقول إن الجلد هيرجع لشكله الطبيعي اللي ما فيش فيه مشكلة ما هيدي ما هيدي الفكرة المشكلة جامدة جدا فرصة لحركة موجود آآ فيه ناس بتختار يعني الجلد عامل زي الإزاز مجرد إنه القصر لازم حيفضل الشريخ موجود فيه الحرق كده برضو بدن فيه حصل ندبات أو جرح في الجلد لازم القصر هيبقى موجود إحنا الهدف الأساسي من علاج الحروق في الخطوة الأولى إنه لو حرق فيه مشكلة جامدة إنه إحنا ننقذ حياة المريض تمام؟ الخطوة الثانية بتبقى لو فيه فقد جلدي إنه الفقد الجلدي ده يبقى مضغطي عشان العين يمارس حياته الطبيعية اللي هو الترقير الجلدي أو الشرح الجلدية الخطوة الثالثة لو فيه حاجة تعيق عن الوظيفة ندبات منقبضة أو مثلا إيه دي فيها مشكلة أو كوع أو الإبط أو كلام من ده نبتدي نفك الندبات المنقبضة دي عشان يمارس حياته الطبيعية تمام؟ إنما إن الجلد ده أشيله خالص وحط جلد جديد أو إن أنا أعمله حاجة فتختفي الأسار خالص ويجع على الشكل كما كان مفيش كلام ده لغاية دلوقتي يعني قطل ناو مفيش أي حاجة تخلي الجلد يرجع لطبيعته تماما كأن شيئا لم يكن مفيش إلا لو ربنا سطر إن شاء الله ويبقى الحرق من الدرجة الأولى أو الثانية يعني الدرجة الثانية لأمريكا أو الثالثة لازم بيسيب أثر تمام يعني الدرجة الأولى ممكن يرجع طبيعي بمعنى أخر لو عيان مثلا عنده حرق من 3-4 سنين ما يجيش يقول أنا عايز أخبي الجرح ده عايز أخفي جلد مفيش لا خلاص ما ينفعش لكن بيقولوا إنه ممكن ناخد قطع جزء من الجلد ونحطه ما كان الجلد الآخر موادات ترقيع الجلدي لو في فقد جلد إن أنا أحط جلد من الفقد أو من الحتة سليمة أحطه بحيث الفقد الجلدي أو المنطقة المحروقة اللي فيها جلد تشال أحط طبقات جلد جديدة بس ترقيع الجلدي ده بعد شوية ترقيع يعني بعد شوية حيبقى بيظهر عن المكان بتعود طب دكتور يعني ممكن في الفترة الأخيرة انتشر موضوع سرطان السادي وبعض الناس بترجع إلى عملية استقصال السادي جراحات التجميل قدمت بعض الأشكال الجديدة زي إعادة البناء وغيرها فهل حضرتك تفاهمنا يعني إيه إعادة البناء نفهم حاجة مهمة جدا دلوقتي فيه نوعين من أنواع استقصال السادي يعني إما استقصال كلي للسادي زي اللي كان بتعمل زمان أو استقصال محدود للمنطقة اللي فيها الورن بس الاستقصال المحدود دوا إصلاحه بقى سهل لأنه بيشيل جزء اللي فيه المصاب بسي فبالتالي العملية الإصلاح أو إعادة البناء بتبقى فيه جزء محدود فبالتالي الشكل أو النتيجة بتبقى أحسن إنما لو السادي كله متشال والعيانة عرض مثلا لإشعاع أو كلام من ده لازم هنعوض أولا بجلد ثانيا بحيز حجم للسادي الجلد ممكن أعوضه بطريقتين يا إما عن طريق حاجة اسمها ممددات أنسجة إن أنا بحط حاجة زي بلونة من السيليكون تحت الجلد وأبتدي يعمل لها انفليشن أو انتفاخ فتبتدي يتمدد طبقة الجلد اللي فيها وأبتدي بعد كده أستخدم الجلد ده في محلة تانية إن أنا أشده وأحط تحتيه حاجة عضلات دهون كلام من ده بحيث يدي شكل منطقة السادي الضريقة الثانية إن أنا أخد بقى حاجة فيها الجلد والدهن مع بعضه زي مثلا منطقة الكرش أو البطل أبتدي أعمل لها عملية شد بطل وأستخدم الجلد اللي أستخدم طريقة الأولى أمتى والتانية دي أمتى على حسب بقى طبيعة الجلد موجودة أخبارها إيه إفرد العيانة وفيعة ومعندهاش جلد كفاية فما فيش مكان إن أنا أعمل له ممدد أنسجة فبالتالي حاجة إن أنا أخد بطنها وحطها في منطقة السادي فوق يعني أخد الجلد الزيادة بالدهون اللي في منطقة البطن وبتمشي من تحت الجلد يبقى أنا عمد حاجتين خلصت البطن من تراكم الدهون وستخدمتها في تجميل دي المحلة الأولى طبعا الناس يبقى فاهمة كويس جدا إن ده حيدي شكل سادي إنما مش حيدي إحساس سادي يعني بالنسبة للملابس بالنسبة للكلام من ده لكن الجلد بيفقد الإحساس خلص اللي هو في المنطقة حيبقى هتحس إنها بطنها مش ساديها آآ آآ يعني فيه إحساس فيه إحساس بس مش إحساس جنسي يعني آآ دي طريقة فيه حاجة تانية بقى ولا يمستخدم طبعا فيه موضوع الأرضاء لأنه ما فيش غدد لبنية ما فيش غدد لبنية هو منظر شكل جمالي هو شكل جمالي تعويض للسيدة بعد كده بتيجي مرحلة تانية اللي هي تكوين الهالة والحلمة دي عن طريق مثلا شرائح جلدية موضوعية أو في بعض الأحيان الوشم بنعمل عملية وشم كده للمنطقة الهالة ودي حلال طبعا الوشم هده يعني دي حاجة إصلاحية ما فيش تجميل وممكن نستخدم جلد زي مثلا ما بين الفخزين أو كده بناخده زي توقيع جلدي وبنعمل به الهالة وبنعمل بعد كده شرائح جلدية موضوعية يعني بناء كامل شكلي بس بيبقى مرحلي يعني ماينفعش كله يتعامل مرة واحدة لازم أبني الأول مرة جلد وبعد كده أحط تحتيه حاجة تنفخه وبعد كده أحط منطقة الحلمة والهالة مش كله في يوم واحد ده لا لا ده تم الكلام ده على مدارة تسعة تشرة أو سنة فترات طبعا بعض الناس يبقى عندهم دهون كثيرة في منطقة السادي بسبب لها أو للسيدة بعض الإحراج موضوع أخذتهم وفي الرجال برب وفي الرجال موضوع التسدي عند الرجال عدد ظاهرة برضو يمكن مطلحظة في الأونة الأخيرة هل طب يعني نبدأ بالأول بالرجال لأن ده بيسبب لبعض الشباب وخصوصا الشباب الجامعي أو الشباب اللي بيطلع رحلات أو أنه ما بيقدرش اللي هو يمارس رياطه أو يمارس يعني نشاطه لماذا ليه بيحصل الأول التسدي عند الرجال وإزاي حضراتكم بتعالجوا هذا المرض التسدي بيجي عند بداية سن البلوغ عايفين طبعا أن المنطقة السادي فيها عودة لبانية فبيجي فيه لخبطة في الهيرونات عن سن البلوغ مع بعض السمنة اللي بتبقى موهودة في بعض الشباب مع أكل الوجبات السريعة اللي فيها مهد حفظة أو المحلات الأكل والكلام من ده فتبتدي العودة دي تنشط فتبتدي تكبر ويبتدي الدهون تترقم من خلالها بتبقى عاملة زي السفينج كده فتترقم الدهون من خلالها بيجي الشاب بيوصل لسن 18 أو 16 سنة الأكل الغير صحي حضرك تدي توعية للشباب أكيد طبعا أن الأكل غير صحي زي على طول إحنا في الجامعة هات حاجة ساعة وكان بها وسندويتش هامبورجا وسندويتش السوسيس كل كلام ده مشاكل وفراخ كلام ده كلهم لأن الأكل غير صحي فبيسبب الأمر والفراخ المحفوظة وكلام ده كلهم فإحنا بغيبنين صح من خلالك الدكتور محمد الروبي عدم أكل الوجبات السريعة لأنها فعلا مؤسية جدا للصحة تمام بنيجي بعد كده عند سن 16-18 سنة بتبتدي الهرمونات دي تنتظم فتبتدي الغدد الحاجة اللي خليها تتضخم اللي هي الهرمونات الانسوية اللي كانت موجودة في الجسم بقتش موجودة فتبتدي الغدد دي تضمع تاني وتتليف وبيحصل حبس أو ترابمنت للدهون اللي جواها فتفضل عاملة زي كتلة متليفة تيجي الشاب من دول يعمل تخسيس حامية الكلام ده كله ورياضة تلاقي جسمه كله بيخس معادة المنطقة دي تفضل زي الكتلة ما تخسش خلص تمام فحلها هنا ان احنا الاول بنعمل طبعا الكاسة دي مش عند واحد او اثنين دي عند 75% من الشباب مش يعني اللي عنده المشكلة دي ما يحسش ان هو حاجة شازة او كده لا ده موجودة عند الناس كتير جدا تمام بس لو هي مضايقية لها حل جراحي تمام ما لهاش حل هيرموني ما فيه ناس بتسأل هل لها حل بدون جراحة لا حلها جراحي بس خلال فترة الشباب فقط يعني الانترابات الهيرمونية من فوق 18 سنة فوق 18 سنة لكن بعد كده بدي انها الكتلة دي موجودة طول عمره سبتة بقى سبتة مدى الحياة هوا اللي هي الغدد مش كويسة دي ونبدد نطلعها من خلال الفتحة السنة دي وبنقفل بتبقى الفتحة حوالي للهالة بحيس ما تبقى ليها قسر بين القرص ما تشفش بعد كده ما بدي صارش القصة دي يعني انا للوقتي شلت الغده والدهول وبقى فيه جلد وفيه العدوات من وقت والمنطقة فاضية لو انا سبتها كده هوا الجلد هييترهل فلازم يبقى فيه حاجة اسمها مشد او كرسية بيتلبس عشان الجلد يلتحم بالطبقات اللي تحتين طبقة الجلد اللي تحم بالطبقات اللي تحتين يعني زي روباط هو عامل اسمه فيستر يعني عامل زي السديري بتاع الإخوة الصعايدة والفلاحيون والحاجات دي يعني بيبقى سديري كده هو بسوستة بيبقى زي الملابس الداخلية بس يطايت شوية فيضغط على الطبقات دي بحيث تمسك نفسها وبيعود حوالي شهر ونص المريض لابسه وبعد كده شهر ونص ما يقلعوش خارص ما بيقلعوش لا بياخد بس يدوش على حاجة ويلبسوا تاني ويلبسوا تاني تمام في مرحلة أولى اللي هي عند السنة 18 سنة دي بتبقى الدرجة الأولى اللي هو مجرد بس بيرزد لبرة بعد شوية بيحصل إن الجلد تعب من الكتلة اللي موجودة دي وبتدى يشدل تحت شوية فبقى الدرجة التانية في بقى الناس اللي هم عندهم سمنة مفرطة قوي وعملوا تدبيس معدة تخصيص جامل كلام من ده بيبقى منطقة السادي دي نزلة خلص بيبقى شبه سادي المرأة أشبه بسادي المرأة بالزبط كده دي الدرجة التالتة ودي بتبقى أصعبهم علاج الدرجة التالتة هو يمكن اللي بيختلف شوية عن الحاجتين التانين دول إن إحنا بنستقصل السادي كله بنفتح فتحة طولها حوالي 15 سنط في كل ناحية اللي هي الحفة اللي بين منطقة الصد ومنطقة البط وبنشيل السادي كله وبناخد منطقة الهالة والحلمة دي وبننقلها كأنها ترقيع جلدي في منطقة هالة جديدة بحيث برضو المنطقة السادي بتبقى فلات خلص أو ما فيش أي بوز فيها خلص وبالتالي يرجع شكل السادي طبير يعني الدرجة التالتة مشكلها بس إن بيبقى في الجارح الطويل دوان والدائعة حوالين الهالة إنما الدرجة الأولى والتانية بيبقى الجارح حوالي سنط في منطقة الهالة بس طب بالنسبة للسيدات مشكلة بتكبر برضو حجم السادي عندها هل بنفس طريقة الرجال ولا هناك احتاجها جراحات السادي في السيدات بتعتمد على ثلاث حاجات أول حاجة واحدة ساديها صغير عايز تكبره يأما كبير وعايز تصغيره يعني فيه تكبير اللي هو يكون حجم صغير ممكن يكبر أه مهمة ثلاث حاجات يأما صغير عايز يكبر يأما كبير عايز يصغر يأما مترهل وعايز يترفع دول الثلاث أنواع بتاع جراحات السايدات النوع الأخي دون اللي هو الرافع ده أسهلهم إن احنا بنشيل الجلد الزيادة بس وبنعيد شكل تكوين الخلايا الدهنية بحيث الجرح أو النتبق أو أسر جرح بيبقى دايرة حوالين الهالة هو دي الأسر بتاحها بس والمنطقة السادي كله بيطرفع ويبقى في المستوى الطبيعي المنطقة الهالة والحلم طب هل يا دكتور ممكن استخدام رياضة معينة أو حاجة بتعالج هذا الأمر ولا بنرجى للجراحة على طول بص التجميع ملوش لازم وضع جهاز سيليكون مكبل الأنسجة التصغير دا لكما الرافع الرافع دا وقت مشكلته إن هي من الأول خالص إن هي لبسة المشد بتاع السيدات لبسته بادي قوي عند سن البلوغ البنات بيحول لبسين المشد على طول فالأوطار اللي مسكى الجلد في العضلات الصد بيحصل لها الاتخار عشان كده ما تكبر شوية مع الرضاعة مع الكلام من دا سادي بيكبر تبتيت تعمل عمليات تخسيس أو تخش في سن اليأس الكلام من دا الدهون بتروح وبيفضل الجلد متهدل زي ما هو فدي علاجة مشاكلة من الأول خالص من عند سن البلوغ إن هي ما تلبسش البلوغة بدر قوي أو المشد الصدرية تمام؟ دا بالنسبة للرافع بالنسبة للتصغير إن الجراح بتاعه بيبقى داية ما يدور الهالة وخط لمنطقة يعني خط طولي كده هوا للفاصل ما بين الجلد والصدر والبط وده بيبقى زي حرف التيمقلوب كده هوا أو علامة مفتاح ده بنشيل فيه جلد زيادة ومنشيل فيه الدهون الزيادة التكبير عبارة عن إحنا بنفتح سنتي أربعة سنتي في المنطقة اللي هي تسانية بين الصدر والبط وبنرفع منطقة السادي وبنحط الحشوة اللي هي السيليكون دي أو الجهاز السيليكون بيبقى عامل زي الأوبة أو شكل يعني بحط مادة ليه السيليكون مش مادة هو عامل زي الجلي كده هوا زي كيس السيليكون وجوها مادة سيليكون بنرفع منطقة السادي كلها وبتحط تحتها أو ممكن يتحط حتى تحت العضرة وده بيدي بروز لمنطقة السادي طب هل ممكن البنت مثلا أو السيدة تأكل كويس يقوم المناطق دي تزيد ولا لازم نلجأ لها في التكبير يعني مسألة التكبير الحجم هل بتوبها دي يعني طبيعتها كده مش تقدر مش بيزيد عن هذا الحجم مثلا بنظام غذائي مثلا أو أدوية معينة مفيش ولا أدوية ولا نظام غذائي ولا عطارين بس السادي بيقبى طبيعي بيرضى مفيش الحاجات دي كلها ما بتكبرش السادي التكبير السادي لازم بحشد سيليكون بس في الحالة دي السادي بيقبى 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 وزفته يعني برضاعة وإحساس وكل حاجة موجودة في التلات عمليات سواء تكبير رفع تصغير أهم حاجة عند الجراح أنه يحافظ على حاجتين الإحساس وإن الشرق لو هتوضع بعد كده أو هتولد بعد كده يبقى طبيعي مفيش مشكلة لأنه تعتبر أن الأدوية من الأعداد الجنسية السنوية بالضبط وفي نفس الوقت يعتبر علاماته الأنوسة وفي نفس الوقت الرضاعة يستخدم فيه الرضاعة للغدد اللبانية نحافظ عليها اللي هي عملية الرضاعة تمام يعني يمكن استخدام مثلا مادة اللي هي السيليكون سماوات الحركة لتكبير السادي قد تكون مادة غريبة عن الجسم فهل بعد فترة الجسم بيلفظها زي ما بيلفظ أي شيء غريب عنه لا 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 هي بعد فترة الجسم ما بيلفظهاش لكن بيكون حواليها غلاف أو كابسولة الغلاف دو المفروض الجراحة للشاطر اللي هو يحط الحيز اللي بتحط فيه الجهاز دو يبقى واسع وإن العيان بيعمل بعض التمارين أو العيانة يعني بتعمل بعض التمارين بعد العملية بحيث الغلاف ده ما يتكون يبقى متمدد ما يبقاش انقبض لو الحاجات دي ما تعملتش مظبوط بيحصل انقباض فبالتالي بيغير من شكل الجهاز وهنا بنحتاج إن احنا نشيل الجهاز ونحط جهاز أكبر منه يعني بنشيل الغلاف الأول ونحط الجهاز أكبر منه مع اتباع التعليمات الصحيحة الحاجة الثانية إن العيان لو عدى عشر سنين ده بيبقى الجهاز ده فلازم أشيله وحط واحد تاني بقى ده يعني بعد عشر سنين لازم يتغير ده على حسب كلام نظامة الصحة العالمية وبيصبح السادي طول الفترة دي شكله طبيعي أكن طبيعي ملمس وإحساس ووظيفة يعني ممكن العريس تطلع مخشوشة في النهاية ده أهم حاجة بقى إن العروسة فيه عكتي قوي بيجو يعني عايزين نكبر السادي بدون أي ما يبقى فيه أي أثر أو لا لازم حيبقى فيه جرح حوالي 4 سنتي في الثانية بين الصدر والبط وده لازم تواجه بيه عريسك قبل ما تتجاوزي ده ما فيهش غش يعني ما فيهش حوامي يعني ما فيهش عريس مضروبة دلو ده ده عبان عبان عليها طيب سكوت الشعر ومشاكل واستخدام الليزر فيه علاج بعض العاية نبدأ الأول بيه إن الشعر ده طبعا نعمة من ربان سواء تعالى فيه ناس كتيرا محروبة منه ده كلنا لكن إذا كان الشعر مثلا فيه شعر بيوجد في أماكن غير مرغوبة فإزالة الشعر استخدامات الليزر في إزالة الشعر كيف تتبه نتكلم عن الليزر الأول الليزر في براحة التجميل أو فيزيائيا الليزر ده عبارة عن ضوء مكسف زي اللمبة العادية خلص بس الضوء بتاعها بيبقى طالع الموجات بتاعته من نفس النوع ما تبقاش موجات متعددة يعني اللون واحد يعني اللون أحمر اللون أخضر اللون أصفر كده وكلها أشعة متوازية يعني الليزر بورنت أو هو الأطفال بيلعبه بيدوان بيلاقي إن هو على مسافة بعيدة جدا بيدي نفس الدايرة اللي لو ولعنا بيها على مدارة 5 سمت حيدي نفس الدايرة دي ده فعلا تمام؟ لأن الأشعة بتاعته متوازية يعني طبعا شعاعه أحادي متوازية 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 فبتضر ماشية لحد وتخبط في حاجز وتوقف تمام؟ لقينا إن في حاجة اسمها الجزائيات في المادة اسمها كرموفور أو المحبة لللون تمام؟ بمعنى إيه؟ إن أنا أشوف مثلا ده لونه أسود ليه؟ لأن فيه كرموفور أسود بمعنى إنه هو بيمتص كل الألوان وبيعكسش أي لون الجرفات دي حمى ليه؟ لأنه بتمتص كل الألوان وبتعكسي الأحمر فأنا أشوفه تمام؟ فدي حاجة اسمها كرموفور موجودة في أي جسم في الكرة الأرضية تمام؟ بيحدد الألوان بتاعه؟ عشان إحنا كده عشان كده الواحد بيشوف الألوان مختلفة العين تعكس كله بعد اللون ده فيبعه تمام؟ فلاقوا إن المسلا في حاجة اسمها الألوان المكملة البعض لقوا إن اللون الأحمر بيمتص اللون الأخضر فبالتالي لو حاجة لونها أحمر ووجهتها شعاع أخضر الشعاع الليزر دوان حراري ضوء مكسف قوي في حرارة فهيتمتصه فالحاجة دي حتسخن قوي وتفرع تمام؟ ومسلا اللون الأصفر بينتص اللون الأزر نفس الكلام فبالتالي لقينا إن لون الشعرة لونها بني محمر فلو وجهنا لأشعة ليزر معينة بلون الأخضر تبتدي الشعاعات دي تسخن قوي وتبتدي البصيرات الشععة تبتدي تتحرق تمام؟ فدي فكرة الليزر جينا مثلا الأوعية الدموية اللي هي الوحامات الدموية لكن ما بتأثرش على الجلد ده لا لا هو شعاع بينزل لحد المنطقة اللي فيها كروموفور أو المادة المحبة لللون دوان بيبتدي يمتصها فيأثر فيها ما يأثرش في طبقات اللي فيها فعلا اللي هي الوأن المختلفة تمام الوحامات الدموية مسلا دي دموية يعني لونه أحمر فبالتالي تتعارج بحاجة اسمها كتي بي اللي هو ليزر لونه أخضر فتختارك الجلد وتوصل لحد طبقة اللي فيها خلايا لونها أحمر وتبتدي تنتصها فتسخن وتبتدي تحرق الأوعية الدموية دي وتنقبض الأوعية الدموية بعد شوية وبالتالي بتشيل الوحامة اللي هي تقفل الأوعية الدموية الوحمة الدموية دي عبارة عن شجيرات كده من الأوعية الدموية مع بعض فلو تقفلت المنابع بتاعتها الوحمة كلها تقل اللي هي بتيجي في الأطفال زي الفراولاية كده في العين أو في الخد أو في الوش الوحمات الصبغية كذلك كل الحاجات دي استخدمت للليزة تعتمد على فكرة أن حاجة سيليكتر ثيرمولايسيس بمعنى أن أنا بختار جزيء معين بحرقه هو ده اللي بيأثر أو بيديني نتيجة اللي أنا عايز أشيل بها الحاجة اللي مش كويسة سواء كان شعر أو بيجي بعد كده بقى الناس بيتقول لك مثلا إيه زعط شعر بالليزة وفيش حاجة معكده يعني الناس ما ما تقول لي مثلا عايز أشيل ما عافش إيه بالليزة ما ينفعش في حاجات معينة بتتعامل بالليزة في طريقة جديدة اللي هي شفط الدهون بالليزة ده كنا الأول اللي احنا قلنا ده أحد طرق شفط الدهون شفط الدهون يعني الأول كنا بنقول إيه إن إحنا بنحط سائل فالخارية الدهنية تمتصه وتنفجر دلوقتي لأ إحنا بنحط حاجة زي البروب كده أو الصبع على البلاستيك وفي آخر لامبة الليزة فما بتخش جوها بتخلي الجدار بتاع الخارية الدهنية ده يتكسر والدهن يبقى مسال وابتدي أشفطها لبره هو دي استخدمات الليزة الليزة مش حاجة مطلقة وفي كل حاجة ممكن نستخدمها ونعمل بيها لكن دي كل استخدماته في جراحة التجميل إيه الأساسية بتاعتنا طبعا فيه كمان للتأشير والكلام من ده يعني ممكن برضو يستخدم في الندبات التأشير اللي هو ده بيبقى الليزر اللي بيشتغل على المية فالخلاية السطحية في الجلد دي بتبقى كمية المية بتاعتها عالية جدا زي الاندياج أو الـ CO2 ليزر الحاجات دي الليزر بيحرق طبقات الجلد السطحية أنه هو بيعمل فابريزيشن أو بيطير المية الموجودة فيها فالخلاية دي كلها بتطير حتى أما بيجي تشتغل به تلاقي زي رزاس كده موجود في الأوضع اللي احنا بتشتغل فيها فعشان كده لازم بتبقى لابسين كمامة وجوجلز أو مدارات كده عشان التطير ده بيبقى نائل للأمراض في بعض الأحيان فبتيجي طبقات الجلد السطحية دي تتشال وتبتدي تكون طبقات جديدة عليها دكتور بعض السيدات بتشتكي من سقوط الشعر وبتعزي هذه الأمور لبعض المشاكل تقول حالة نفسية ولا تقول تعرضت مثلا لجو معين أو حطت على راسي مياه معينة في استحمام أو غيرها ما هي أسباب سقوط الشعر يعني من وجهة نظرك؟ أسباب سقوط الشعر دي اكتئة جدا يعني احنا لو كل نفس بناخده بيوقع شعر يعني موضوع بكل حاجة في الدنيا بيتوقع الشعر التي يعني نقص الأكل الأنيميا نقص بعض الأحماض الأمينية دي توقع شعر يعني نرجع تاني للأكل الصحي آه طبعا أكل الصحي بيغزي بوصيلاته بيسبب أن الشعر يبقى الحامل ضاع الحيض بيوقع الشعر الصبغات المشتر بلاستيك الحاجات دي كلها المشتر بلاستيك ده فاجحة دك في الفيزياء زمان كنا بنعمل المصطرة ونقربها من قصصة الوقت فتبتدي تشدها وكلام من ده المشتر بلاستيك بيعمل نفس المشكلة دي إنه بعد شوية بتشيحن بكهربة الإلكتروستاتيك فيبتدي وما النصدى مشتر خشب مشتر خشب ما تشيحنش آه طبعا فبالتالي ممكن نستخدمه أكثر معظم المشتر بلاستيك ما ها دي مشكلة طبعا ما ها دي مشكلة يا أحد المشكلة البولي إستر اللي هي الطرح اللي بيلبسوها السيدات يعني الحجاب نفسه ما يبقى على الشعر إنما لو لبسة الطرح القط مش هيوقع على الشعر لكن لو لبسة الطرح على البولي إستر حيوقع على الشعر لأنها؟ لأنها بتعمل إلكتروستاتيك نفس الكلام بلاستيك اللي بتشحن وتشد الشعر الصبغات الشامبوهات المشهورة في السوق الحاجات دي اللي هي بترغي هي مادة أمونيا بتوقع على الشعر الصبوم بيوقع على الشعر فيه ناس بيبقى عندها حالة نفسية بتعود تشد في شعرها بيشدوا ماتلاشتين آه بيبقى مثلا الأولاد تعبوها أو كده بتبتدي تشد في شعر ده بيوقع على الشعر مش جنون يعني لا لا الحالات النفسية صعبة جدا الاسترس الجامد قوي أو الأزمات النفسية بالنسبة للحجاب أو جطاء الشعر حركة وقلت إن هو لو كان من مادة القطن مش هيسبب أي مشكلة طب بعض الناس اللي هما بيوبوا مش تبسين الحجاب يعني بيوبوا شعرهم مكشوف بتعاني من يعني الدهون يعني تعرضها للهواء الجوي هل هناك أثر دار لتعرض للشعر السبغات اللي بيحطوها ده الخروج للتعاون العوامل الجوية لا 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 تراب أتربة لا 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 أسريني كده كده هتروح البيت هتخسله يعني ما ما فيش مشكلة اه فمش مشكلة يعني الناس كلها عايشة بشعر يعني ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة تمام نسبة الصدعة زادت الأول فترة الأخية دي في الشباب عشان الاسترس ومعابق مشاكل المعيشة والكلام ده كله والشغل والكلام من ده فالشباب كده قوي ييجيوا عند العشرينات كالأول بيجيوا عند بداية التلاتينات يشتكوا من مسكوط الشعر دلوقتي بيبتدوا في أوائل العشرينات بيبتدوا من ساقوط الشعر برضو النتيجة الاسترس طيب يعني معنى كده ان نصيحة ان طريقة التسريح طريقة التسريح صحيح يا دكتور إذا كان مسألة أمامية أو خلفية هل بعض الناس الضفيرة في الأطفال الضفيرة في الأطفال بتخلي المنطقة الأمامية دي تتناحيل برضو اللي هي الست تعد تشد الضفيرة تبنتها وتعملها الضفيرة دي من الحاجات اللي بتوقع على الشعر برضو في البنات الزغيرين طب الشعر وقع وخلاصه العملية بالأسباب اللي حراك ذكرناها في حتة قبل ما وقع في حتة اللي هو الشعر خف حصل تساقط بس بريط حالي شوية الميزوسيربي بقى نرجع أول حلقة خلاص اتكلمنا عن الميزوسيربي فيتامينات بتقوي الشعر بمعنى الشعر الرفيعة تخليها سميكة أديها تغذية زيادة شوية فديد حافظ على الشعر يفضل مدة أطول بدلا ما يقع عند أول العشينات يقع عند أول التوانية عشرين التلاتين تمام وقع خلاص لا يزرع بقى خلاص نرجع لزرع الشعر مسألة زرع الشعر في عجالة دكتورين الوقت دهمنا حضرتك تقول لنا ببساطة كيف تتم عملية زرع الشعر زرع الشعر ان احنا بناخد شريحة منورة بتبقى عرضها من اثنين لتلات سنتي والسورة التفاحة وعرضها بيبقى من عشر لترتاشة سنتي على حسب كم الشعر يعني بنبتدي من حوالي ألفين شعر وبنوصل لحد ستة لاف شعر في الجلسة بناخد الشعر لأول ستة لاف شعر في الجلسة اه بيزرع كل الشعر ده في وقت واحد ولا اه اه ما هي العملية بتاخد لها حوالي من أربعة لست ساعات وبتعمل ببينج موضعي بيرلعان صحي طول الوقت وبنشغل له مثلا تلفزيون او فيلم او حاجة احنا شغالين نتفرج معايا تمام بنبتدي نقطع الشعر الشريحة دي بنقطعها لمكعبات زغيرة كده الشريحة دي موجودة اساسا في لا بناخد جزء من وراء يعني موجودة في شعر هو شعره برضو اه من نفس العيان المكان اللي فيه شعر ونضعها في المكان اه ومكانها اللي هو المفتوح ده ده مكانها ده يبقى خالي بعد كده لا ما احنا بنقفله فبيبقى خط ويجي الشعر من فوقها ينزل يغطيها يكسوها اه لان المنطقة دي بيبقى شعر كتير اه من نفس الشعر اللي هو احنا لو حد رفع رأسه كده هوا اي حد فينا حيرفع رأسه كده هوا حيلاقي فيه حتة جلد متنية و ده ده بنك ربنا سبحانه وتعالى حطرنا عشان الشعر ده ده نعمة يعني البصيرات اللي قدام تقع لكن اللي هو دي عمرها ما تقع حتى لو واحد اصلح خلص هتلاقي الحيطة اللي رادي فيها شعر الهزم اللي هي خلفية اه فابناخدها بقى نقطعها لجزائلات صغيرة ده نفيش اصلح خالص خالص يعني ده لو مرس علابة دي قصة تانية دي قصة تانية ده ما بيش خلق او لقد الله مثلا واحد عنده حقفاسه كلها دول بقى لازم يلجأ لبروكة او الشعر الصناعي لكن الطبيعي ان هناك شعر في المنطقة الخلفية بناخد هذا الشعر ونأسوه مكعبات مكعبات صغيرة بقى كل واحدة بتحتوي على شعر بناخد بجلده اه طبقة جلد وفيه طبقة دهون تحتها كده اللي هي منغزية للشعر ونبدأ نزرع ونبتدي نعمل فتحات صغيرة كده حوالي نص ميلي او ربع ميلي ونبتدي واحدة واحدة من الشعر دول نبتدي نحطه في المنطقة الامرية دي بنزرع بالواحدة ولا بنزرع فيه المكعبات دي بقى ايه ما بتحتوي على شعر واحدة او شعرتين او خمسة يعني على حسب التقطيع بتاعها طيب بتحتاج بنجة ده بنجة موضوعي بيبقى لعن صاحبه زي ما بقولك طول الوقت يعني بس ده بيه هوبا فيه جراحة وطاقتية ايه بس صاحي المشكلة لكن الرش ده بيقعب يتفرج طب عملية زرع الشعر تعتبر بتدي نتائج على المدى الطويل يعني بعد فترة الشعر ما بيسكتش مرة تانية لا والشعر او ما بيزرع في خلال اول تلات تشهر بيبتدي تخش في دورة حياة دهو بيقع ويطلع غيره بس مش كله مرة واحدة يعني يعني بعض الشعر بيقع وبعضه بيطلع يعني دينمه بشكل طبيعي تدريجي لحد ما يوصل عند ستة شهر بيبتدي كله ينمه طبيعي عندما دار سنة بتوصل الشعر للطول الطبيعي اللي هو خمستاشر سنتي ودي بتاعت بقى النهار العيني يقدر يحلقه ويعمل سشوى فيه يعني يشوفه عايز يعمل اكنه طبيعي طبيعي معهمية فلمية بس ليه للأليه الواحد لما بيشوف حد زرع الشعر بيعرف ان هو زرع الشعر زمان زمان كانوا بيحطوا حاجة اسمها بانش ان هو بياخد دواير من وره كده هوا قطرها اتنين ميلي فما كان ما بيزرعوها كانت بتبقى على مسافات يتلاقي شوية شعر واعدين مسافة فاضية واعدين شوية شعر فيبان عليه زي ما كون زرعين بسرط لكن دلوقتي احنا بنزرع ميليات جنب بعضها وفي نفس الوقت وحيد او اتنينات بالكتير فتلاقي المنطقة كانها شبه طبيعي تمام يا دكتور يعني مسألة زرع الشعر على المدى البعيد هتوبة طبيعية طب بعض الناس بيقولوا ان مثلا مسألة يعني بعد فترة يحصل للشعر دي تموت وتسقط هل الكلام ده بوجه نعم ولا في حوال معينة هو الشعر ليه دورة حياة في خلال من 90 ل120 يوم ان الشعر بتمر بثلاث أطوار ان هي بتنمو وبعد كده بتفضل في طور السبات وبعد كده بتسقط او تخش في طور كومون واحدين تعيد الدورة من تاني ممكن طور كومون دوان يفضل مستمرة زي الحالات اللي هي في سياة الصلعة يعني احنا كان عندنا شعر هنا زمان اه ايه اللي حصل له ان هو سقط ودخل في طور كومون تيجي الخلايا الهرمونات الذكورة بتمسك فيه المستقبلات الموجودة في البصيلات تمنحها ان هي تخش في طور النمو مرة أخر بتفضل دخلة في الطور دوان على طول طب السردان في الزيوت اللي هي بتغزي الشعر والحق مفيدة جدا في الزيوت الخفيفة الزيوت التقيلة تنصح بايه من انواع الزيوت اللي هي بتستخدم فيه الالقاء عليها zien الزيوت الخفيفة كولي الحاجات دي تقيلة في요 زيوت الخفيفة اسمها لا زيوت الطيارة ربنا سبحانه وتعالى تحت كل شعرة في غدة دهنية بتفض مادة دهنية بتخلي الشعر زيتية المادة الدهنية دي لو كثير شوي بيبática شعر دهني لو قليلا شوي بيبقى شعر جاف بس هي كده كده بتطرع مادة دهنية في زيت الشعر الزيوت الطيارة دي موجودة في الصيدريات اه tane في زيوت خفيفة اسمع طب دكتور ليه يعني سعر الجراحات التجميل وده يعني آخر سؤال ليه مرتفع وبعض بيوسك الكهر للناس يعني زرع الشعر ده الناس كتيره مأجلاه يقولك ليه يا عم انا روح ازرع على الغيه تحصل تكليفة بالنسبة لمن؟ للمريض يعني ما هو محتاجها انت اللي قدر الله لو عندنا مثلا انا عندي مثلا مشكلة في القلب وجاء قالولي الاسطاب مئة الف مش هو حاملها اه اه ما انا محتاجها هو لو محتاجها فعلا هو لو محتاجها دي من نسبة له مش هتبقى تكليفة لا يمكن المحتاج اكتر يمكن زراعة الشعر عند السيدات اللي بيسبب لهم بعض يعني لو فيه سعلابة عن بعض السيدات 80% من السيدات بيتعالجوا طبيعي بيعلاجات تقوي الشعر وكلام من ده بيطلع الشعر طبيعي وما بيحتاجش ليه علاجات الاسباب النفساء والمسببات على التساقط قدما ما نحتاج ان احنا نزرع لهم يعني لان الرجل بيعتبر حاجة ورصية لا يمكن الشعر هيطلع تاني لكن المرأة ما بتحتاجش زرا الشعر في بعض الاحيان مش كل الاحيان دكتور انك احنا فتنا فدع كبيرة ونشكرك على المعلومات الهامة اللي حضر رجل بتهلنا من دارضة من خلال برنامج طبيبك مشاهدي كرام في نهاية هذا اللقاء لا يسوعنا ان اتوجه بالشكر دكتور محمد احمد الروبي استشاري جراحات التجميل والجديد في جراحات التجميل اللي عرفناه من خلال الحلقة ونشكرك جدا دكتور محمد الله يخليك وعلى الله كنا افدنا سيدة مشاهدين ان شاء الله شكرا وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج طبيبك حتى القاكم في حلقة قادمة كان معكم محمد عبدو يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة